بسم الله الرحمن الرحيم هو مجموعة من الجمل الفعلية والاسمية المترابطة المتناسقة معنويا والواويا هذا ما عرفناه سابقا نضيف هذا السنة بأن النص هو مجموعة أو سلسلة متتالية إذن من الجمل الاسمية والجمل الفعلية البسيطة والمركبة إذن من الجمل الاسمية البسيطة والمركبة ومن الجمل الفعلية البسيطة والمركبة إذن نص سلسلة متتالية من الجمل البسيطة والجمل المركبة ما المقصود بالجمل البسيطة؟ إذن الجمل البسيطة هي جمل التي تشتمل على نواة إسنادية واحدة وسنضرب لذلك مثلا الجملة المركبة هي التي تشتمل على أكثر من نواة إسنادية الجملة المركبة وخصائصها التركيبية الجملة البسيطة والجملة المركبة تتفقاني في الاستقلال التركيبي يعني كلاهما مستقل هذه الجملة إذن الجملة البسيطة والجملة المراكبة كلاهما مستقلتان عن ما بعدها وعن ما قبلها تركيبيا يعني يتحتاج إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها إذا كانت فعلية نجد فيها الفعل والفاعل أو الفعل ونايب الفاعل وربما بعض المتممات وإذا كانت اسمية نجد فيها المبتداء والخبر وما معه وفي الإفادة المعنوية يعني الجملة إذا أخذناها من مكانها في النص ونكتبها في أي مكان آخر في ورقة أو على السبورة وما إلى ذلك فإنها يعني هي مفيدة معنويا تقدم لنا معلومة اختلفوا إذن الاختلاف إذن هذا الاتفاق أما الاختلاف إذن الوحيد الذي يعني يوجد بين الجملة البسيطة والجملة المراكبة هو في عدد النواة الإسنادية يعني كما رأينا سابقا الجملة البسيطة يعني تجتمل على نواة الإسنادية واحدة في عين تجتمل الجملة المركبة على أكثر من نواة الإسنادية إذن نأخذ مثال هنا دعنا أمثلة المثال الجملة الفعلية إن شئتم البسيطة هو غمر الماء الأراضي الشاسعة غمر إذن مسند والماء مسند إليه أو غمر فعل والماء فعل هذه إذن نواة إسنادية تسمى نواة إسنادية والأراضي الشاسعة هو متمم وهو إذن مفعول به مفعول به متمم إذن مفعول به أما الجملة المركبة فمثالها هو التالي أطبق على العائلة سكون لا يقطعه إلا بكاء أطبق إذن على العائلة سكون أطبق إذن سكون هذا فعل وهذا فعل أو هذا مسند وهذا مسند إليه ولا يقطع إلا بكاء يقطع بكاء مسند ومسند إليه فإذن هذه الجملة إذن كما نرى فيها نواة إسنادية رقم واحد ونواة إسنادية رقم نين نواة الإسنادية إذن رقم واحد لا يمكن استغناء عنها أبدا فهي أساسية أطبق سكون ونرى هنا لا يقطع إلا بكاء هو نعة للسكون فهو إذن نواة إسنادية ثانوية فرعية يعني يمكن أن نستغني عنها يمكن أن نقول أطبق على العائلة سكون أو نقول أطبق سكون نواة سدي أطبق سكون ونضيف على العائلة بطبيعة الحال لنتمم المعنى ولنثل المعنى لا يقطع إلا بكاء إذن لا يقطعه إلا بكاء هذا تابع لكلمة سكون وهذا الفاعل نوصل إذن الآن مع التطبيقات التطبيق الأول إذن قسم النص التالي إلى جمل وسطر المركبة منها الجمل هي إذن صالح يكره الضجيجة صالح يكره الضجيجة ودخان المصانع الوسخة ويكره منبه السيارات التي تدور صباحا مساء ممكنه يحب أكل السندويتشات في الحوانات الخلفية ويحب أيضا امتصاص الحلوة المحشوة باللوزي يضعه بفمه ويتركها تذوب فوق لسانه سنقسم إذن هذا النص إلى جمل ونحدد الجمل البسيطة والجمل المركبة صالح يكره الضجيجة ودخان المصانع الوسخة هذه جملة هنا إذن هذا محدد جملة نجد جملة هنا هذه الجملة إذن هي جملة مركبة لماذا؟ لأنها جملة اسمية نجد فيها إذن المسند إليه وهو صالح ونجد المسند والمسند يعني يجتمل على فعل يعني يجتمل على يعني مركب إسنادي إذن أصل الجملة هو صالح يكره صالح الضجيج صالح يكره صالح الضجيجة فهذه جملة مركبة ويكره منبه السيارات التي تدور صباحا مساء هذه الجملة الثانية إذن كما نرى وهي مركبة لماذا؟ لأن نجد فيها يكره طبعا صالح ونجد فيها تدور فعل آخر يعني نواتان إسناديتان لكنه يحب أكل الساندويتشات في الحواليات الخلفية لكنه هذه جملة اسمية إذن هذا ناسخ حرفي وعلها اسمه وخبره يحب أكل الساندويتشات ففي الخبر نجد يحب يعني فعلا آخر فهذه جملة مركبة كذلك ويحب أيضا امتصاص الحلوة المحشوة باللوزي هذه جملة بسيطة يضعها في فمه هذه جملة بسيطة كذلك ويتركها تذوب فوق لسانه هذه جملة مركبة إذن يتركها الفعل الأول والفعل الثاني هو تذوب فوق لسانه جملة الموالية إذن أو التمرين الموالي هو حول جملة بسيطة إلى مركبة في ما يلي السهرة بادئة منذ طلوع القمر إذن السهرة بادئة إذن هنا السهرة إذن مبتدأ بادئة منذ طلوع القمر خبر إذن بادئة هذه الكلمة إذن سنغيرها ونبدلها ونقول إذن السهرة بدأت منذ طلوع القمر أصبح لدينا فعل أو أصبح لدينا نواة إسنادية يعني ثانية طرعية ثانوية ليست أساسية تستطيع اختراق جوف ناطحات السحاب بمسعد تستطيع اختراق هذه جملة بسيطة إذن نجعلها إذن هنا كما قلنا إذن السهرة بدأت السهرة بدأت هنا وهنا تستطيع أن تخترق أن تخترق تصبح الجملة إذن كما قلنا إذن جملة تصبح مركبة شارع شارع الأميرات متميز جملة بسيطة كذلك ماذا نقول نقول شارع الأميرات يتميز بأناقة مبانيه إذن هذه تتغير نشتق هذا يتغير تميز بأناقة مبانيه ثم الجملة الموالية وتظل الطفلة راعشة حتى الفجر وتظل إذن تغير يقع هنا وتظل الطفلة ترتعش حتى الفجر هذه إذن في قصيدة الكرادة هذه النائمة في الشارع الأطفال متسابقون على صفائح على صفائح من اللوح الأطفال إذن يتسابقون على صفائح من اللوح لتصبح إذن هذه الجمل إذن مركبة بعد أن كانت يعني بسيطة إذن السهرة عيد إذن السهرة السهرة بادئة منذ طلوع الفجر تصبح السهرة تبدأ منذ طلوع الفجر تستطيع اختراق جوف ناطحات السحاب بمسعد نقول إذن تستطيع أن تختارق جوف ناطحات السحاب بمسعد شارع الأميرات متميز بأناقة مبانيه شارع الأميرات يتميز تصبح إذن هنا جملة اسمية والخبر يعني يجتمل على مسند ومسند ليه وهو يتميز أصلها الشارع الأميراتي يتميز شارع الأميراتي فهناك يعني نستطيع أن نقول جملة تاني في جملة واحدة نحن لا نقول جملة تاني في جملة واحدة لا نقول جملة تاني في جملة واحدة نقول إذن الجملة تجتمل على نوات تاني أو على أكثر من نوات إسنادية وتظل الطفلة راعشة حتى الفجر وتظل الطفلة ترتعش حتى الفجر إذن نفس الشيء ظل هذا ناسخ فعلي والطفلة اسمه وخبره هو ترتعش حتى الفجر وداخل الخبر نجد إذن مركب إسنادي فعلي الأطفال متسابقون على صفائح من اللوحي الأطفال يتسابقون على صفائح من اللوحي نفس الشيء الأطفال إذن مسند إليه ويتسابقون على صفائح من اللوحي مسند وداخل المسند نجد إذن مسند ومسند إليه هذا وأرجو إذن أن تعودوا إلى هذا الدرس ويعني تحاولون فهمه جيدا وربما تقومون بتطبيقات أخرى لتدعموا فهمكم وإلى اللقاء في درس جديد